اغضبت اصابة الفنان الشاب يوسف عمر عائلته كثيرا وهو ما دفع بوالدته الفنانة لبنى ونس إلى توجيه رسالة لمحمد رمضان وانتقادات لاذعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وحملته مسئولية ما حصل فكتبت مخاطبة رمضان هل ممكن أن تتعرض لما حصل لبن في التصوير معك؟ مستحيل طبعا تخطط لأكشن وتعرف كل تفاصيله ما يعجبك توافق عليه وما لا يعجبك تغيره لا أحد يفرض عليك شيئا وسألته هل أنت بني آدم وابني ليس بني آدم؟ كما حملت ونس مسئولية ما حصل لعصام الوريث فهو من وضع القنبلة تحت ابنها من دون أن يخبره بذلك أو أن يلبسه واقيا كما أكدت ونس أنها لن تتنازل عن حق ابنها ووعدت بمتابعة الموضوع متهمة الوريث بأنه لا يعرف قواعد عمله وأنه يستهين بحياة الناس الحريق الذي اشتعل خلال جلسة تصوير إعلان للعبة ثريفاير يؤديه رمضان وتسبب بإصابة عمر بحروق من الدرجة الأولى بسبب انفجار قنبلة ومواد مشتعلة أخرى كان من تصميم الوريث يشار إلى أن الوريث هو شاب يعمل في مجال تصميم المعارك والمشاهد الخطرة في الأعمال الفنية وهو متخصص بالأكشن والخدعة السينمائية المرتبطة بالضرب واستخدام الأسلحة والمتفجرات رتب الوريث مشهد التضارب بين أحمد زاهر ومحمد الشرنوبي في مسلسل لؤلؤ كما صمم مشاهد أكشن في أعمال أخرى مثل الرجل العناب والعقرب وزنزانة سبعة وهو حاليا يصمم مشاهد خطرة لأعمال شهر رمضان 2021 من بينها مسلسل موسى الذي يشارك فيه محمد رمضان ومسلسل كوفيد 25 والقاهرة كابل يذكر أن رمضان تعرض لحروق بالغة خلال تصوير مسلسل موسى وعلق على ما حصل له قائلا إصابة كانت شديدة أثناء التصوير ولكن الأهم أن كل ما ستشاهدونه حقيقي ويقصد مشاهد المسلسل وختم كلامه قائلا كله في حبك هون موسيقى 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 اشتركوا في القناة